ما تزال الشكوك تحوم بشأن احتمال اجراء الانتخابات في العراق بموعدها المحدد ما اعلان زعيم التغير الصدري مقتدى الصدر عدم مشاركته في الانتخابات الى جانب دعوات سياسية لمقاطعتها متغيرات تستجد في المشهد الانتخابي رغم اتمام مفوضية الانتخابات الجهوزية الفنية ليوم الاقتراع الجهوزية الفنية لن تكون كافية لاجراء اقتراع يوم العاشر من تشرين ولعله هناك الموضوع مرتبط باراد السياسي والتوافق السياسي التوافق السياسي في العلن يذهب نحو اجراء الانتخابات وفي الخفاء اعتقد هناك مساعي لتأجيل الانتخابات ومع ان بعض الكتر السياسية تحث الخطى نحو اجراء الانتخابات في موعدها وتقطع اي حديث نحن تأجيلها لكن مستجدات باتت تطرأ على المزاج السياسي بتحولات نحو التوافق على تأجيل موعدها رغم ان التأجيل من منظر تحليلي سيدخل البلاد في نفق مرضم قسم من يدعو للتأجيل الانتخابات انما لا يريد اجراءها اطلاقا يعني يريد الغاءها من اجل احداث نوع من الفوضة والفراغ السياسي والدستوري وهذا طبعا عمل قطير جدا المرجعيات والشارع والقوى السياسية دعت الى انتخابات مبكرة وفي الجهة المقابلة تبقى الانتخابات المبكرة مطلبا شعبيا لم تأتي بقرار سياسي لذلك فان قرار تأجيلها يعني مواجهة القوى السياسية لشارع الغضب مجددا من العاصمة العراقية بغداد بدر ركابي اليوم